تقدم مدير عام الأمن وشرطة بمحافظة حضر موت الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوب ثاني مشيعي شهيد الواجب الملازم أول وفي عبد الشيخ سويلم نصر قائد الكتيبة الأولى في شرطة الدوريات وأمن الطرق الذي استشهد أثناء تأديته لواجبه الوطني أثناء المشاركة في حملة أمنية مكثفة من ساعات الفجر الأولى لضبط الخارجين عن النظام والقانون بمدينة سيئونو التي تكللت بضبط شخصين فارين من وجه العدالة أشهد العميد العوب ثاني بمناقب الشهيد وتأديته لمهامه بكل حزم وجد الذي ساهم بدوره ضمن الجنود الذين بذلوا جهودا في إعادة تأهيل معسكر شرطة الدوريات وتقلده منصب ركن التدريب إلى جانب عمله لعدة عوام في إدارة أمن مديرية سيئون وقيامه بتنفيذ مهام أمنية لحفظ الأمن والاستقرار مثمنا الدور البطولي لرجال الأمن والشرطة في الحفاظ على أمن وسكينة وادي حضر موت والصحراء ومحاربة الجريمة لافتن لأن القوات والأجهزة الأمنية لن تألو جهدا في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار مهما كلفهم من تضحياته